أسلمي قاضى على الجانب الشرقي ببغداد وصاحب كتاب المغازل المشهور يقول كان علي بن أبي طالب معجزة من معاجز النبي أو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد الواقدي من هذه الكلمة؟ لأن الإمام علي لما يخرج وهو ملتصق بالنبي كثيرا من قبل الإسلام وبعده ومخالط له ثم يخرج بهذا الانبهار لهذه الشخصية النبوية وهذا الحب والإجلال على ما نجد في الإمام علي من شجاعة وفصاحة وإيمان بس عندما يذكر النبي كأنه يذوب كأنه ليه؟ معنى هذا هذا معجزة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على دلاء صدق النبي عليه الصلاة والسلام ودلاء نبوته لماذا؟ أيضا لأن الواحد مننا أنا وأنتم أنا على الأقل أتكلم عن نفسي أبنائي وأهل بيتي يعرفون عيوبي أكثر مما تعرفون فيعني ما يكون هذا الانبهار النبي عليه الصلاة والسلام بعكس الناس كلما اقتربت من الآن كثير من الشيوخ الآن نجلهم وكذا لكن لما نعرف بعض قريبين منهم ما يكونوا بالمستوى الذي نحن نظن تمام؟ أنا أول ما آتيت من جنوب الأملكة ودرست في الرياض كنت أظن أنني سأجد سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وكيع بن جراح فوجدت يعني ليست الصورة كما أتوقع عند بعض يعني عند علماء وباحثين وأسماء كنت أسمع بها فإذن إذن فالمعجزة كون الإمام علي معجزة أنه مع فضله وزهده وإيمانه وتقواه وورعه وعقله وفصاحته وكذا قل ما شئت إلا أنه إن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تجده مهتز من الداخل إذن النبي كان عظيما ليس كمثلنا كلما اقترب الواحد منا من أهلنا وأصدقائنا عرفوا عيوبنا النبي كلما اقترب الشخص منه عرف عظمته هنا قول الواقدي معناه أن علي كان معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتجه يعني كيف أنتج النبي رجلا عظيما كهذا معنى هذا أن النبي أعظم وأصدق وأعلم وأعدل وأكمل تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف جوانا بعظمته لا يكفي أن تقول كان صادقا أمينا كذا لا ادرسنا الداخل كيف كان يعيش كيف كان يصبر كيف كان يفهم سلونا الله كيف كان كريما حييا كيف أن مواليه عندما يشتغل يعني الموالي كزيد بن حارتة إذا عرف النبي يرفض العودة إلى قومه ويبقى معه كيف كان يؤذى كيف كان حكيما هذه ما تعرفها إلا إذا عرفت قصص المحيطين هم من المحيطين المحبين وليس أي محيط المحيطون المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا عرفت من الموالي والمستطعثين وأهل بيته وكذا إذا قرأت سيارهم وتدققت فيها تجد منها منافذ إلى عظمة النبي وإلى خلقه وإلى علمه وإلى صفاتها العليا فتحبه تمام؟ أما إذا فقط النبي يعني الله بعثه واختاره صادق أمين وكذا ومحبته إنما تطيعه وتصلي وتصوب وكذا بس بهذا الجفاف يعني بهذا الجفاف دون المساحة الروحية المساحة الروحية هذا أظن أنه جفاء نوع من جفاء فلذلك للأسف نشأت طوائف أو تيارات نقول عندها جفاء للنبي عليه الصلاة والسلام جفاء عجيب لا يتركونك تستمتع بفضيلة من فضائله وهذا انطبق على الإمام علي أيضا يعني إذا أتيت فضاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون ولكن لا تغلو فيه ترى في الصوفية يغلون فيه يا أخي خل يعني دعني أستمتع بهذه الفضيلة لماذا تشوش علي إذا هناك فضيلة لماذا إذا ذكرت فضاء الآخرين تستريح وأكمل كذلك الإمام علي نفس الشيء إذا أتيت بفضيلة له لكن أحذر ترى الشيعة قالوا يا حبيبي صلى على رسول الله أنا الآن أذكر فضائله فضائله وريد أن أسمع ما علي من الفرق الأخرى بالغت أو ما بالغت أو فيها الطوائف بالغت أو ما بالغت هذه قضية أخرى فلذلك لا يجوز يعني المناكفة كلما ذكرت يعني مثل حتى كل هدى الشيطان له ثقافة تمنعك منها حتى القرآن الكريم لما تريد أن تتدبر بس يقول أحذر لا تتدبر برأيك دعني الآن أقرأ القرآن الله قد ذكر معلومات غير معلوماتك ذكر أنه ميسر وذكر أنه مفصل وذكر أنه محكم وذكر أنه وأنه ما فرط فيه من شيء وذكر أن فيه آيات بينات أو محكمات وفي آيات مشتبهات دعني أنظر بيّن أول المحكم أول دعني أحكم المحكم ثم إذا وقعت في المتشابه بعد ذلك أحذرني يعني معقول أن أجد آية في فضاء يعني آيات في الصدق وفي العدل وأقول والله لا تقول في القرآن برأيك الله أعلم إيش معنا الصدق وإيش معنا العدل يعني ليس إلى هذا الحد في التفكر في العقل في القلوب ومراقبتها والحس لا 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 الشيطان أوجد لنا عند كل دار هدى عن كل منبع هدى أوجد ثقافة تضليلية تصد عنه تصد عنه احذر احذر شف ارجع لهؤلاء الذين فصروا ارجع لهؤلاء الذين عرفوا هذا الإمام لا ترجع له يعني يقصدون فريق منهم يعني جعلوا فريقا منهم هي منتقيات من السابقين أربعة أو خمسة عمموهم على أنهم هم الأفهم للقرآن وهم الأعرف بالسير والتواريخ وهم العرف بالنبي ما له وما عليه وهكذا فهذه الثقافة الشيطانية سبحان الله مما يدل على أن الإمام علي فيه أنه منبع من منابع الهداية حقيقة أن التشويش عليه يتم نفس المشوشين على سيرته هم نفسهم المشوشون على تدبر القرآن الكريم وهم نفسهم المشوشون على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الغلو فيه طبعا هنا يجب أن أبين بأن عندما نقول هذا الكلام نقصد يعني فئة قليلة جدا يعني إذا كان القرآن كالشمس والنبي عليه الصلاة والسلام كالقمر في الأنوار في النور والهداية والإمام عليه كالضوء الكبير الدنيوي تمام فلذلك هنا ينبغي أن أن نعرف في الحلقات القادمة سنحاول سنحاول ما أمكن الدخول في سيرة الإمام علي بن أبي طالب تفصيلا إلى حد ما حتى هذه المقدمات هي لي يعني لفتح الأذهان للاستعداد الأذهان والعقول والقلوب افتحوا للسماع وللتأمل وللتدبر وبعد ذلك إن وجدتم في كلامي منكرا قلوا خطأ هذا طبيعة المسلم المنصف حتى العقلاء المشركين يقولونها فلذلك حاولوا إن شاء الله في الحلقات القادمة سنستعرض معالم من سيرة الإمام علي لتعرف كيف نتج عنه هذه هذه الهداية والعلم والتقوى الذي نجده مسطرا في نهج البلاغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر